السؤال الثاني بيقول ايه؟ انا عندي 16 سنة امي ما بتحبش التلفاز لما انا وختي نسمع التلفاز تقول اطفو واحنا زهقنا كل يوم على نفس الكلام وكل يوم تدع علينا وصلت لحد الى هذا الحد تدع علينا بتعود تتعبني نفسيا يعني انا رب يض انا مش عارفة اعمل ايه انا زهقت قوي يعني انا عايز اقول بس للام احنا عندنا في ترتيب المقاصد الشرعية مقصد حفظ النفس هو اعلى المقاصد يعني ايه؟ حفظ النفس وبعدين حفظ العقل وبعدين حفظ الدين ان حفظ الدين ده لو كان مقصود الاحكام لازم الشخص يبقى عنده عايش ثم يكون عقل ثم يكون يقدر يقدي تكليف الله سبحانه وتعالى طب هو لو مش عايش يبقى مش هيقدر يعيش بالدين فعشان كده قالوا ان الدين هو المقصد الاول حفظ النفس هو المقصد الاول وحفظ الدين هو المقصد التالت انا بقول كده ليه؟ انا بقى في حاجات بتخليني احس باني التدين كده وكأنه تدين فيه ان شخص بيعيش تدينه في الاخرين وده وتعلامة التدين الكامل الشخص المتدين اول ما يعيش تدينه يعيش تدينه في نفسه لكن لما يعيش تدينه في الاخرين ايه الفرق ما بين ام بتقول ابنها ام صلي العشة لاحسن تفوتك وبين واحدة بتقول ابنها ام صلي العشة لاحسن والعياذ بالله تقبض الآن وتذهب الى النار ايه الفرق ما بين الاثنين دي عايشة الاولانية دي عايزة تخلي ابنها موصول بالله تاب والتانية عايزة تبين ان هي انسان مستحضر الاخرة طول الوقت اعوذ بالله فلذلك انا بنصح الام ان هي تتقل الله سبحانه وتعالى في اولادها لان اولادك يبتدوا يوصلوا الى حد المرض النفسي ابنك بيقول ان هو بقى يضعب نفسيا ده مش تعبير مجازي بالمناسبة ده تعبير حقيقي فانا بكلم حضرتك واولادك لو ان هم سمعين دي يسمعوك الكلام اللي انا بقوله ان هذا الدين متين ولن يشد هذا الدين احد الا غلبة خلي بالك انا مش بقول ان ما بتكلمنيش عن يعني انت راضي عن كل اللي بيعرض لا 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 احنا نتكلم في مسألة تانية مسألة ان انت تتعامل مع اولادك لدرجة ان انت توصلوهم الى المرض النفسي التدين مش هينفع لما اولادك يوصلوا الى حد الانتحار او يوصلوا لحد يقول انت كبرت مسألة لا 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 انا بكبرتش على حاجة انا بقول بس الكلام اللي بيحصل وبشوفوا طول الوقت في جلسات الارشاد وبشوفوا طول الوقت في الاسئلة اللي بتعرض علي ترفقي بأولادك واذا كانوا هم بيشوفوا حاجة انت مش عقباكي حاول بقدر الامكان ان انت تتكلم معاهم مش تفرض عليهم لان انت لو فرضت عليهم وهم كبار كده انا اظن ان مسألة تتحول الى خطر يا رب احفظ اولادنا من كل مكروه وسوء